يا جماعة اهاني الاوان طب ماينفعش الكلام اكتر من كده بقى وعاديين الردود من الجهات على حاجات اه عشرة اثناشر شكوى الاهل يقدمها اه حد يقول لنا تم طب بلاش في حاجات حنعرف رود عليه وفي حاجات مايتردش عليه قولوا لنا حتى في التجاوزات تم ايه يعني يعني ايه الجهات انت عندك جواب هذا انت عندك فيديوهات تانية تحب تشوفها قبل ما تشوف الجوابات دي هنشوف عموما الجوابات اللي راحت النهاردة للجهات المسؤولة لكن لما تطلع تقول لي هو العميد محمد مرجان استلم على سبيل الامانة 600 الف دولار من السيد توركي الشيخ ازاي دخلت النادي وباي طريقة وازاي كتب على سبيل الامانة هو كتب على سبيل الامانة لان الناهلي عام المؤسسي محدش بياخد الحاجة يحطها في حساب شخصي عنده وتم تأدية الامانة ودير عام النادي بيستلم حاجة بيمضى عليها على سبيل الامانة وبتدخل خزانة النادي وبتسجل في ميزانية النادي وبيراجع عليها وتيجي جهات الكاسب غير المشروعة وتيجي كل الجهات الرقابية تتأكد من سلامة الموقع هنا محمد مرجان حفظ الامانة حفظ على سيستم العمل في النادي فانت بتتكلم على اجراء هو الطبيعي والقانوني والسليم والنزيه اللي تأكدت كل الجهات الرقابية المسؤولة من سلامتها زي ما تأكدت بالمناسبة لما تطلع تقوله رد علي يا خطيب وفي واحد اسمه حسن محمد منصور بتاع اللعيفة خد 3.830.000 دولار من اللي خده مراحه فين وتتألك جملة كده مقفولة رد علي وقوله ان انت كداد لا انت مش كداد انت صادق جدا بس كمان تقدر تعرف انه الفلوس دي ده الراجل المسؤول المالي بتاع فريق الكرة الفلوس اللي قدمها المستشار تورك الشيخ هدايا ومكافآت للعبين النادي الاهلي لانه ماشي بعمل مؤسسي سليم كل الجهات الرقابية شاهدة على ده وبتديله شهادات رسمية بهذا الحقيقة الراجل الفلوس دخلت المسؤول المالي استلامهم تم توزيحهم على اللعبة لا خدي بقى الجهات الرقابية لما قعدت خمس ايام تحقق استدعت بعض اللعبة انتوا استلامتوا مكافئتكوا بقيمة كذا اه استمع الى احمد فاتحي استمع الى علي معلول وليد ازارو كل من وردت اسماءهم تم الاستماع من من قبل الجهات الرقابية الى استلامهم المبالغ المسجلة اللي الاشخاص نفسها فتم التحقق من سلامة الموقف الفلوس دي دخلت الفلوس دي خرجت لللعبة الفلوس دي راحت في اوجه الصرف اللي مطلوب فيها ولا لا والتأكد من كل هذه الامور وإلا ما كانش مكتب النائب العام في نيابة الاموال العامة ادى النادي الاهلي هذه الشهادة بسلامة الموقف وحفظ كل البلاغات الكاذبة كل اللعيب استلم فلوسه ازاي استاذ برأي كل اللعيب استلم فلوسه ازاي وقع طبعا الصلاة طبعا قدمها مدير الكرة يعني كلام مفوش صغرة الصلاة كل واحد بضع المبلغ اللي اخده ومدير الكرة قدم هذه المستندات طبعا يعني صلاح لي صحيح صحيح تم تقديم كل الاوراق من قبل مدير الكرة وجهاز الكرة وحاسبات الكرة للجهات الرقبية المسؤولة